تخوف كبير يعيشه سكان مدينة الصطيف والعلمة من تهديد الانخفاض الرهيب الذي يعرفه مستوى منسوب المياه بسد الموهن الواقع ببلدية عين عباسة دائرة عين النات بعدما دخل حيث خدمة تموين أكبر تجمعات سكنية بالمياه الصالحة للشرب قبل ستة أشهر فقط الأمر الذي أخلط الأوراق على الكل لا سيما بعد سماعهم أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات قد دقت ناقص خطر قدوم شبح العطش من جديد ومن جهة مديرية الجزائرية للمياه بالولاي التي لم تنفي خطر العطش الذي يهدد مدينتي بحجم الصيف والعلمة في الأيام القليلة القادمة في حين أكدت أنها أمرت كل الوحدات بضرورة ترشيد ما تبقى من مياه السد لكسب وقت أطول النقطة هذه جدو حريجة الوضعية التي أرانا فيها ذلك الكمية التي ستخزنة على مستوى السد عندها المدة تحم لا تقدرش تتجاوز فوق شهرين إن الشهرين معناتها إن شاء الله يكون سيستم هذا الترانسفير يكون تخلى عن سرفيس والله إن شاء الله ربي يغيثنا بالأمطار والثلوج إلى حين تدارك السلطات المعنية في إيجاد خطة بديلة لإنقاذ 2 مليون نسمة من فكي شبح العطش يبقى كسب الرهان في ربط سد الموان مع سد إغيلمدا حسب مخطط مشروع التحويلات الكبرى من أكبر التحديات